فشل الدولة الليبية يشكل تهديداً لأمن الولايات المتحدة وحلفائها ويزعزع الاستقرار في شمال إفريقيا ويفقم أزمة الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا هذا جزء مما أظهرته دراسة أعدها محهد المشاريع الأمريكية حول استراتيجية النجاح في ليبيا الدراسة شككت في إمكانية نجاح الخطة الرهنة للأمم المتحدة في إنهاء الصراع بين الفصائل السياسية وجماعات المسلحة مشيرة إلى دور الدعي من الأجانب في إطالة أمد الصراع وعدم الاستقرار وهما قد يشكل تهديداً على الحدود الجنوبية لأوروبا كما أكدت دراسة الأمريكية أن خياري لاستعانة بدول أخرى أو دعم رجل قوي في ليبيا سيؤدي إلى الفشل وتفاقم الأزمة لافتة إلى أن انهاء الحرب الأهلية سيمهد لهزمة الجماعات المتشددة دراسة المعهد حثت أيضاً الولايات المتحدة على ما سمته التدخل الذكي في الأزمة الليبية واستخدام القوات الناعمة لإنهاء الحرب الأهلية في البلاد وغلق الثغرات في الحكم المحلي مضيفة أن ذلك قد يتطلب نشراً محدوداً للقوات العسكرية الأمريكية في ليبيا لتحقيق الاستقرار بالمناطق الرئيسة وتدريب القوات الليبية ورغم ما أشرت إليه الدراسة من عمق للأزمة إلا أن الأوضاع في البلاد لم تبلغ درجة الصراع في سوريا أو اليمن أو العراق بحسب مع هذه المشاريع الأمريكية الذي أكد أن القليل من الموارد قد يكفي لوضع استراتيجية شاملة في ليبيا تني تهديداً خطيراً للأمن الأمريكي والأوروبي وتضمن استقرار دول شمال إفريقيا التدخل الإقليمي والدولي في ليبيا ودعم الطرف على حساب آخر واستمرار الحرب الأهلية سيطيل أمد الصراع ويؤخر الاستقرار نتائج وبرزتها الدراسة يرى مراقبون أنها تدعم استبعاد التدخل الخارجي والاقتصار على الوسائل السلمية سبيلاً ناجعاً للخروج من النفق المظلم